أنت فترة من الفترات فتحتي موضوع ملف الفساد في العتبات بالذات الكاظمية صارت أكو كثير من الملاحظات البعض أداني قال القصة بها استهداف القصة لا تحمل حقائق القصة كذا وبدوا يسردون قصص أنت شنو ردك على ما قيل وما هي إخباتاتك بهذا الموضوع شوف أستاذ النجم أنا ما تشعر أن تبقى لي هاي سالفة العتبة الكاظمية أنا أروح أزور للكاظمية وأطلع أشوف إحنا مثلا من نمشي رجلينة من نمشي حفاية حتى نطب للإمام كل إحجارة نغز بك كأنه ما بسمار يطب برجدك أثناء ما تلتف حتى تزور للصحن الخارجي ما بالي هذا الموضوع واحد شخص من الكاظمية انطاني قال لي محسين سألي لي على مونديال مارمي هذه الشركة أجواء والله العظيم هذا الماء اللي يغسل حيواء تستاذ نجم هتش بالصدفة دزلي رسالة على الواتساب قال لي ما تقدرين تخاطبينه هذه الشركة مونديال مارمي لا تشتغل بالعتبة الكاظمية هل هي حقيقية أم لا ولا أدري سويت كتاب اللي مسجل للشركات وأنا فات لي طبعا دزلك إذا بس أرجع لبيت أدزيالك كان يقول لي وهمية 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 قلت لي هابا رجعت إلي هي عساس شركة عراقية هي بوعي شوف مونديال مارمي مقرها في لندن وهي المفترس شركة لندنينية قمت أبحث عن مونديال مارموطة أبحثت سوياي بنت رجع تلقاه مقرها بالليونان وهي جنسيتها إيطالية بأننا ناني ظلية الصاف نقول زيان ليش يجبون شركة وهمية بالعتبة الكاظمية شعدها العتبة الكاظمية لقيت أكو منظمة لها علاقة يعني أنا شوي بالموضوع المرجعيات وتاريخ المرجعيات مو كل شو هاي أفهم بها أنا مرت قانون أفتهم بالقانون لقيت بأن منظمة اسمها منظمة الخوجة أحد المنظمات اللي تدعم المراقد الإسلامية لأنها تقطي فلوس حتى يمنون ناطي أربع مليار أستاذ نجم لتوسعة العتبة الكاظمية لتوسعة العتبة تسمع عن التوسع أكيد دولار قات layers أربعة مليار دولار لتوسعة العتبة الكاظمية زيان تسمعني أصافنا زيان أربعة مليار تأتي من منظمة الخوجة لأن مكتوب هالسادات تروح الزور الكاظمية تلقي قطعة كثيرة تبرعات منظمة الخوجة من أدخل دخلت على الأوليات لقيتها متبرعة ليش هاي التبرعات تنروح الشركة وهمية انت حلي يعني ما اردح تحلي بعض على العتبات انت حلها زي نسألك سؤال نائب كان ويايا هسه مسؤول العتبة الكاظمية وهو هسه مسؤول الوقف الشيعي مقدس نائب كان ويايا حال من حال يمتل قدسية ليش ما احكى عليه ليه هو نائب كان ليش مقدس لا تحكين علي كاظمية كلها قبت ليش هذا هذا مقدس هذا هو العتبة مقدس يا بمين يخذ قدسيته كان نائب ويانا شنه مقدس لا لا تحكين ما اتصلت رحنا لا شنه ماتصلوا الدنيا ماتبحة ماتصلت علي شنه ماتصلوا بس سكتي وراها دزلي استاد كاظمي استاد مو استاد استاد بدال كاظمي قل له اللي زين سألين هاي الشركة رحت دزيتها والله هل مسجل الشركات واتمنى يسه من يمر شيل تليفون قل له طلع لي الكتب ما ذني مونديال مارمي مستاد دزت لك عالي بهن مخاطبات شوف شو يقول لك شان يقول لي موحسين وهمية شه السالفة تدريش قدر الأموال اللي رصدت للصحن الكاظم اللي التوسع وروح انت هسه من يمك يوم ما دام التبغداد روح يزور الكاظمية وشوفوا امشوا باوة بيها لبيوت اللي كانوا يشتروها يجون مثلا مستثمرين تدري اكو بيوت بقريبة على الصحن يشتروها بتراب القاء ويروحون يبيعوها للعتبب ملايين ملف خطر ملف خطر وهوه لا ودزولي هوهيل سيئت provinك قدوم وهيئة النزاهة أمام الله مسؤوليني إذا ما تفتحون أمام الله عليكم تقع المسؤول إذا ما تفتحون هذا الملف و تقولون عتبة و ما عتبة شلو عتبة الرجل اللي بيها شلو مين القدسية ما أخذها مين القدسية ما أخذها بس قل لي لهو أعمامه لا سودة ولا بيضة الرجال عادي شاه النائب قابل و صار إن هاي المبالغ أربعة مليار من صرفة من الوقف الشيعي لا ممنوع الشيعي تبرعات أربعة مليار تبرعات تبرعات منظمات يدفعون ثلاثة أربعة ترميمات اللي تصير بالعتبات و أنت من نفس الطائفة يدفعون الناس يعني الوقف الشيعي ما فاتحك أنه تعلم قينة هاي الأشياء فضيحة قاسية بهذا الشكل حتى يستطيع أن يتدارك يعني غير متفاجئ الوقف الشيعي لا ها تدري ليش غير متفاجئ لأن هذا الشخص اللي كان نائب هو مسؤول العتبة الكاظمية هو رئيس الوقف الشيعي منصبين وكأنه ما من قلة استغفال الله يا رب حاويها كلهم حاويهم كلهم لا هو فعلا من قلة الشسمة من قلة الشسمة والله دعتش منك لا بناحيا سأولي اليوم شيت بالمحكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة